اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا بشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير اكلة امي النهاردة يوم السوشيال ميديا على السوشيال ميديا اسئلة كتير في المطبخ منتابع الصفحة الرسمية للقناة الاولى وصفحة اكلة امي الكبسة بتتعمل ازاي بروح نعمل عمرة بتزور الاراضي المقدسة بينزور الشعب السعودي تواحية كبيرة من التلفزيون المصري لكل الشعوب العربية الكبسة اكلة خليجية عربية تعالوا شوفوا نعملها النهاردة مع بعض ازاي بتفاصيل المغازي والتركاية اللي تخليك يتاكل الكبسة كأنك بتاكليها في الخليج بالطعم الخليجي توابل الكبسة هي عنوان الكبسة الفزورة دي عم مش ريف عندنا اللومي عندنا الوراء اللورو عندنا الحبان اللي هو الهيل عندنا كمان القرفة اللي هي الدرسين وعندنا القرنفل اللي هو المصبر دي المسميات بتاعته عند العطار عندنا في وسط البلد وعند العطار في الخليج معنا النهاردة عدل الكبسة صلطة مشهورة جدا اسمها صلطة الداجوس برضو بنتسيل عن السوشيال ميديا ايه هي هي صلطة الطماطب بالكسبرة عصر لامون توم البعض يحطولها نعناع يابس او نعناع اخضر حسب الرغبة هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقة مصرية لطيفة وجميلة وفيك تتحكم فيها سبيسي او مش سبيسي بالفلفل الحار الحلوة بتاعنا النهاردة انا بعشاوه مهلبية مهلبية لها تفاصيل كتيرة او على فكرة تقدر تعملها بالحبان تعملها بالقرفة تعملها بجوز الهند تعملها كمان بالطمر زي ما انت عايزة هنعمل المهلبية النهاردة بالقرفة بطريقة لطيفة وجميلة بما ان احنا محتاجين لحلويات في الشتاء والقرفة كلنا عارفين ان هي بتدي طاقة وبتساعد على الدفء وخاصة في ايام الشتاء تفاصيل كتيرة النهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة بناء رغبة حضراتكم من خلال السوشيال ميديا ومتابعة السوشيال ميديا او اتراها بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير هنعمل ازاي شوية مهلبية بالقرفة بطريقة بسيطة وسهلة وتقدر تهادي بقى حبيبك والجار والحبيب والنبي يوسع على سابع جار ايه المشكلة لما خبط على جار بطبقة مهلبية مش هيرجع فاضي هيرجع ياما في بصارة ياما في مسقعة وده عادات مصرية قديمة من زمان مقدين المهلبية على الشاشة شوية نشا تقريبا نص كوب معانا ثلاثة كوب من الحليب وحسب عدد افراد الاسرة الكمية برضو السكر ده اختياري انا هحط نص كوب من السكر ما بحيبش السكر كتير فيها عازت حط كوباية اهلا وسهلا معانا ارفة نعمة معانا فانيليا ومعانا جوز الهند برضو اختياري حلو الكلام؟ اختياري دي كان سؤالي جينا زمان في السنوار العامة كانت طبعا الواحد ما بيصدقش ويجاوبش عليه ما بيصدق تعالوا مع بعض نحط الحليب على النار اه حلو اه خلي بالك مهم جدا ان كنت تنزلي بالنشا على الحليب في الوقت المناسب عشان البعض مننا بيعمل المهلبية يا اما بعد ما بتستوي تلاقي الكاعة منك يا اما بعد ما تغري فيها وتحطها في التلاجة تبقى مصيصة مش باينة مهلبية ولا زبادي حاجات دي كلها بنشوفها فالغاية دلوقتي المهلبية يا شيف مغازة على السوشيال ميديا ما بتزبطش معانا نعمل ايه؟ يا راكا وريك صورة حلوة مخرجنا الجميل لكم الموضوع المهلبية المهلبية لما تيجي تشتغل فيها طبعا لازم تكون الاواني اللي انت بتشتغل فيها ما فيهاش لبصل ولا توم ومؤمن الموضوع عشان ما يتعبش واجيب حليب واجيب نشا واجيب فانيليا وفي الاخر ألاقي طعم المهلبية توم او بصل بيجي من ان يا اما البلانشا يا اما ايدك ما اطعب بها طماطم سوري اه توم او بصل ومكان تقطيع البصل والتوم باين في ايدك الحاجات دي كلها لازم تاخد بالك وانت بتعملي المهلبية اول حاجة هنحط شوية حليب هنا عشان ندوب النشا فيه منفعش الدويب النشا في الحليب وابيغلع النار خلي بالك الحليب هنا بيغلق جايز او نحط في الحليب وابيغلق نحط السكر حال وقاوي نحط الفانيليا حال وقاوي انا منعشق جوز الهند اللي هي دايبة جوه الحليب مش اللي مزين بيها لا اللي هي دايبة جوه الحليب او شوية كده صغارين طعم هنا بيفرق خلي بالك دي تركاية بيسألوا على السوشيال ميديا المهلبية بتنشف مننا نجي نطلحها من التلاجة تاني يوم الصبح اللي همشقها ونشفى نضرب فيها المعلقة مش عايزة تنضرب نعمل ايه؟ لان كنت يا اخت الكريمة يا ست الكل يا امي يا خالتي يا عمتي يا كل متابعينا اللي بتحبوني لازم تحطي النشا على الحليب وتنتظر الغاية لما يغلع على النار مش ترفعي من النار قبل ما يغلي لان هو لما يغلع على النار انت كده عرفتي النسبة والتناسب بتاعت كوامل مهلبية بتعملي بقى بشامل بتعملي مهلبية بتعملي رز بلبن وهكذا هننزل بالنشا هنا كده كمان شوية نشا ونقلبهم بالمضرب لا 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 ما تخترعش انت اخراجيا شاطر واللي ممكن نحط دقيق بدل النشا في المهلبية يا راجل يا راجل ده كلام ما بقتش مهلبية بقى بشامل ايه الفرق بين البشامل والمهلبية الحليف في المهلبية ياخد نشا والحليف في البشامل ياخد ايه اه خلي بالك حالي ولكن سبحان الله ينفع ان احنا نعمل ويت سوس بالنشا اه ينفع مع المغاز ينفع ايه يا بقى الافتكاسة هنا مكعب من الزبدة او ما عليت سامنا بلدي اضافة للنشا والحليب مع قليل من الكريمة اللباني حولناه لويت سوس مع مكارونا ماشي مع سوري مع ماشروم ماشي حسب ما انت حب هناخد الحليب ده كده بالنشا شوفي بقى الشطارة هنا بقى هنا الخبرة التهوية هنا بقى بتقول كلامها بص بقى الحلاوة بص على الحلاوة صلى على الحبيب اه وقلب واحدة واحدة اه لقيت المضرب تقل معايا هسة اه 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 لس 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 بس خلاصة والقلب طعم الفانيليا الله لو حد عده برد هتروح البرد اه 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 ممكن تعبلي حاجة حلوة تخليك احصل من المغاز بقى هقولك بقى خدي مني بقى الحتة اللي جاية دي بقى جود ياشيف اللي مو اللي اخدر الحلو الجميل ده هو ده هتغديها وتاخدها بشرة نعمة صغيرة كده في قلب المهلبية راحت في سكة تانية وفي حتة تانية خالص هي كده سحبة على المبشرة النعمة وفي قلب الخالطة دي حكاية خلي بالك اه حاجات الصغار اللي بقولها دي عشان انت تتجود وتبع احسن مني اه مهلبية نجازة زي الفل نبص على القوام جاهز تشوف القوام يلا اه كده خلاص ابص عليها كده ايه الاخبار بتبكبك تبقى خلاص جاهزة اه ليه المهلبية ممكن تتاكل سخنة اه انا بحبها سخنة تعال نرفع كده القوام اه 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 ايه الحلاوة دي اه تعالوا نغرفها مع بعض اللهم صلى على النبي مهم جدا وانت بتشتغل في المطبخ تحط في الاعتبار لازم تعملي حاجة حلوة الكل يقولك تسلم ايدك يا ست الكل عندنا القرفة عندنا جوز الهند وتعالى خليك تغريفي شوية مهلبية الجيران والحبايب ووحماتك لازم يقولولك تسلم ايدك يا مرات ابني اه شفت الحلاوة اه لما تجي تغريفي المهلبية تغريفي كده بقى جوز الهند هنا عامل عميلها اه اه الله الشطرة في ان كنتي متجيباش حاجة على الكوباية او على الكسر اللي بتغريفي فيها اه تاني طريقة الغرف بصي مخرجنا ستزيت المصورين حبايبي في رسالة التليفزيون للمصر اه شفت المغرفة اه التركاية دي مهمة جدا اه تاني اه بصي اه بصي بعمل اه خلاص بقطع الخط اللي بينزل من المغرفة بتاعتك اه تاني اه حالي كمان مرة اه بتقدر تعمل حاجة حلوة او على فكرة الاطفال بيحبوا الالوان هتجيبي جيلي جيلي فراولة جيلي مانجا اه جيلي برتقان زي ما انت عايزة واتجهزي عندك واتجهزي المهلبية وتحبلها طبعات هنعملها لكم ان شاء الله في حلقة من الحلقات ودي بقى اهديها للاطفال الحلوين اللي بيحبوني اللي بيمشوا في الشرع ويشوفوني عمو الشيف عمو الشيف اه حالوس تمام زي الفن هزينها باي عم الشيف حاضر هعمل حسابك في كاسة هنايا تدفع كام لو انت لو بتشتريها من بره دي حكاية خلي بالك مش بالطعم ده ولا بالشكل ده هنزينها ازاي عم الشيف كده اه يا دلعك اه قناة الاولى يا ولدي يا ولدي اه قناة الاولى ايه الحلوة دي عمشي جوز الهند جوز الهند اشتركوا في القناة